عقب قرار الجزائر عدم تجديد عقد تزويد أوروبا بالغاز عبر خط أمبوب الغاز المغاربي الأوروبي ممثل الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل يخضع للمساءلة أمام برلمان التكتل أعضاء البرلمان الأوروبي طالب بوريل بالإجابة عما إذا كانت المفوضية الأوروبية ستدخل في منقشة مع الحكومة الجزائرية للحصول على تمديد لاستخدام خط الأنابيب ومن ثم ضمان أمن إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي كما طلبوا من بوريل طلبوا من شرح الإجراءات الدبلوماسية التي سيتم اتخاذها لمعالجة الأزمة بين الجزائر والمغرب ليس الغاز وحده ما يربط الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي فعملية إعادة تقييم شاملة تجري بين الطرفين بدءا من تمويل الغاز إلى نشط تجاري هذه أبرز الإحصاءات عن حجم التبادلات بينهما الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأساسي لجزائر بعد الصين حيث بلغت المبادلات بين الطرفين 22 مليار و720 مليون دولار وفق تقرير وزارة المالية لجزائر لعام 2020 التقرير يشير إلى أن صادرات فرنسا نحو جزائر تراجعت مسجلة مبلغ 3 مليارات و364 مليون دولار ما جعلها تفقد مرتبتها الأولى كمورد لجزائر بينما تبقى كل من إيطاليا وإسبانيا من زبائن البلاد بوردات تقدر بنحو 8 مليارات دولار تعد اتفاقية الشراكة بين جزائر والاتحاد الأوروبي الاتفاق الرئيسي للتجارة الحرة بنسبة تفوق 84% من مجموعة قيمة المبادلات في مجال الطاقة تتصدر جزائر قيمة الدول الكبرى المصدرة للغاز الطبيعي إلى أوروبا فلعقود مضى توفر الغاز الجزائري أكثر من 11% من احتياجات أوروبا من هذه المادة وزير الطاقة الجزائري قال إن إجمالي صادرات الغاز الجزائري إلى أوروبا وصل إلى 30 مليار متر مكعف الأشهر التسعة الأولى من العام الجري بزيادة 94% عن الفترة نفسها في 2020 اشتركوا في القناة